أهلا بكم مشاهدينا ننتقل مباشرة إلى شكة حيث الزميلة رشال كرم تتابع الأضرار التي تسببت بها العاصفة في الجدار القريب من نفق شكة رشال كيف هو الوضع يعني هل هناك انهيار جزئي أم انهيار كامل ما الذي حل بالحائط الشهير في شكة بالتحديد كاترين يعني انت قلتي الحائط الشهير لأنه ب14 كنون الثاني 2016 يعني بعد شهر ونهارين بعيد انهيار شكة سنته الأولى بعدم التحرك بهذا الموضوع وإن كان يعني لحسب معرفنها لحاجة أحكي تفاصيل ليش نهار وشو نعمل فيه ولكن خلينا نقول أنه الانهيار جزئي لحن قرب شوي سوى الجرافات بس خلينا نشاه شوى للمشاهدين وراء لأنه كان العمل عم بيصير هيدا الأطربة نحن عم نحكي عن جبل كاترين متما كدع بقولك أنه من سنة هو تم الانهيار هيدا الجبل بقي حواله السبعة الشهول لحديد أيلول مفترض كانت بزارة أشغال ولكن تحول هذا الملف بشكل يعني شوية نقطة استفهام إلى هاء العليا للإغاثة يلي كان مكتب دراسات خطيبه علمي يلي كان سمير خطيبه المرشع للحكومة مكتبه هو يلي عمل الدراسات لهذا الجبل لحتى كيف بده يوقفه الانهيار طبعوله والدراسات لزميت شركة حميد كايروز لهي تعمل الأعمال مش نهيك اللي بيعرف هيدا الطريق بيعرف أنه انفصلت يعني نشوف طبعا زحمة السير عليه نعرف أنه انفصلت الأوتوسترادية اللي هو المسلك الغربي يعني من ترابلوس من شكا بيأتي جه بيروت أقفل وفتحت الطريقة الأخرى بالاتجاهين هدولة رابية اللي عم نشوفهن كاترين بيجو نتيجة أنه هذا الجبل هو ترابي وبالتالي كل ما عم بتشت الدني عم تنجرف التربة وتوصل إلى الأوتوستراد ما بتصور بالكاميرا هلا قدرين كتير نفرج الحائط الكبير يلي نعمل لتحتالي يكون في ساد يعني وين عم نشوفها الإضاءة الحمراء للكاميون حده في البلوكات ولكن البلوكات العالية لحتالي تقدر تمنع انهيار التربة لحطلب من المصور السلام إذا قدرنا نفرج بس هذا المشهد نقرب سوى على المنطقة الأخرى نشفنا ثلاث جرفات عم تشتغل بهذه المنطقة يلي برجع بقول بأنه بشهر أيلول كان فيه قرار من مجلس الوزراء بتحويل هذا الملف إلى الهيئة العلية للإغاثة لحتالي دراسات اللي عملها مكتب خطيب وعالمي بس حتالي نقرب شوي بس يعني راشال هذه الجرفات حضرت الآن بعد قصول الانهيار الجزء الجديد أم أنه كانت تعمل في المكان منذ أيام؟ طبعا لا منذ أيام لأ ولكن حتى اليوم وقتها وصلت على ترابلس ما كان فيه أعمال حوالي ساعة واحدة تنتين الجرفات طبعا كاترين لحتالي يقدروا يحطوا الدعمات يعني الصخور الكبيرة والدعم البلوك الكبير لحتالي يقدر يمنع انزلاق أكثر للتربة لحنقرب شوي نحن بهالوقت عم نقدر نشوف كمان يعني الرمل اللي كان نزل خليني بس وضي حتى المشاهدين يعرفوا تاريخية هذا الجبل كاترين من سنة 83 الدراسة معمولة والإهمال مستمر من سنة 83 مش من هلأ ولكن الإهمال على وزارة الأشغال اللي ولا مرة عملت خطة لهذا الجبل فلا صيانة للجدران الدعم رغم ارتفاع الشاهق ولا إفراغ الردميات من وراء هذا الحائط لتغططه حتى القمة أنا لحستند إلى مقال بجريدة النهار بالألفين يعني كتبتين نهار خلينا نخفف شوي شوي على الجرفات خلينا نخفف شوي شوي نقرب شوي لقدام بتصور أحن البيتون لحتمد على رئيس التجمع اللبناني لحماية البيئة المهندس رفعة سيبة قال وقته بمقال ليه النهار بأنه تاريخيا كترين الجبل معروف بأنه معرض للإنهيار بسبب تربته الرخوة وعدم إمكان تسجيره نظرا لإنحداراته القوية وهو منذ زلزال 551 قديم بيتحرك جراء ترابته المفوخرة يعني الترابي اللي موجوده هون مش ناكي منشوف كلمة شتة الدني تنزلق التربة الانهيار ستستمر بقول الخبير رئيس التجمع اللبناني بهذا المقال ستستمر ولن تتوقف بسبب طبيعة أرضي التي تتسرب إليها المياه بسرعة كونها التربة أقرب إلى الكلسية لحقد انزل هون بتخيل ولا صعبة بس بدنا فتح الطريق لحظة خلينا قرب شوي لقدام في وراء فتح الطريق خلينا انزل خلينا دور انزل وبقول تبعا لهذا لقدام حن التربية اللي منشوفهم كيف انزلقوا من الجبل وبقول رئيس تجمع لبناني لحماية البيئة نحن بحاجة إلى دراسة معمقة لمنع تكرار ما حصل تتركز أولا كاترين على كيفية تصريف المياه من الجبل ومن ثم تسوية ما أمكن من أرضه ليصار إلى تحريشها لمنع انجراف التربة ومن ثم إعادة بناء جدران الدعم وتأمين قنوات تصريف مياه الشتاء مع ضرورة أن تبقى الجدران المدعمة بعيدة من الجبل لتستوعب خيرات الانهيارات خلينا نقطع بس لتاني ما يجب نعم رغم يجب أن نذكر أيضا أن الوزير في نيانوس كان قد وعد بمعالجة نهائية رشال لهذه المشكلة وقال أن الأمر يتوقف على توقف الأمطار فور توقف موسم الأمطار وعندما تجف التربة يفترض أن تبدأ المعالجة بشكل نهائي لهذه المشكلة ولكن هذا الأمر لم يحصل لا تعليق بهذا الموضوع أنا سأحكيك كاترين طبعا وعود ووزاعة أشغال ممكن تلقي اللوم على آخرين ما في ميزانية ما في ما في ما في بقدر إليك أنه بقيلول حول هذا الملف بمجلس الوزراء إلى الهيئة العليا للإغاثة يلي كمان مستغرب ليه شيء لأنه عادة هي منا كإدارة تقدر تستلم هنا التربة اللي عم نقدر نشوفه ومن ثم دراسة خطيبه عالمي لسلموها إلى المتعاهد يلي بل الشغل من حوالي الشهرين في محل يعني مضحك مبكي بالموضوع كاترين أنه عادة منشوف بدول أخرى بيركب جسر بـ 48 ساعة وبتركب مليونة بشغلة بجمعة ولكن طبعا وما بتكون الأمور أولوية بالنسبة للمعنيين أو أنه على مهله المتعاهد أو الشروط بركة اللي نحطت بالدراسة نقدر نشوف هذا المشهد وللمعلومة أنه نحن هون بشميل بترابلوس وبيشقة من حولها يعني على الساعة ثلاثة بلشت تشتي مش أنه عم نحكي عاصفة ورياح وأمطار غذيرة لا يعني إذا اللي عم نشوفه هلها هو نتيجة فقط ساعتين من الردم اللي موجود لحن نقرب شوي بعد لقدام بس طالح تالي إذا بدي كاترين بس نكمل لن يقدروا يعرفوا المشهدين بهذا المقال اللي بجريت النهار برجع بذكر انكتب تاني نهار من الانهياب 2019 بكنون التاني أيضا كان في رأي آخر لرئيس هيئة حماية السبب بقول رئيس هيئة التجمع البيئي بقول السبب المباشر يعود إلى عدة عوامل فإذا ترب الرخوة وغزارة الأمطار وأيضا تفجيرات سد مسيلحة وشركة هولسم وما نتج عنهما من ارتجاجات زادت في فوخرة تراب الجبه فإذا بقدر أكد ما فيه أكيد جرحة ما فيه يعني هيدا الفاصلة اللي موجودة على الأوتوستراد قدر منع أنه تقدر تنزل التربة أكثر ما بقدر حدد سراحة إذا كل هيدا التربة فقط من هذه الشتوى ولكن إذا أعمال الجرفات اللي كانت موجودة وما قدرت حدد أو شوف إذا هي تنقول إذا وزارة الأشغال شالت إيدا الموضوع فمفترض أن تكون هيدا الجرفات لكيروز للمتعهد كيروز اللي هو مفترض أنه يقدر ينبت بهذا القضية أنا توصلت مع وزارة الأشغال لحتالي نستفسير وقالوا لي أنه هي راحت على الهيئة العلية الإغاثة توصلت مع اللي واخير وقال لي أنه هي بيد المتعهد كيروز هلأ أيمتنا بتخلصها وحتوى توقف هلأ لو نحن عنا قابلين خميش جمعة سابت إلى شاتو كثير كبيرة كيف بدأت تصير التدعيم علينا أن ننتظر كاترين ولكن يعني هذا هو الوضع اللي بقدر أحكي عنه بالوقت الحالي عن إنهيار جزئة أو بارت معينة من نفق شقة نعم شكرا شكرا للزميلة راشد كرام